اكيد جدا بايش تحب الاجواء ذي يا عبدالباقي الاغالية التونسية اه لا توصي بحث توصي بحث المدة هذي المدة هذي سمعت الغنية اللي حبيبة مسيكا تتماشى مع جولو الحجر الصحي اللي هيا تقول راجل محلاه كيصلي ويعبد مولاه ومرتو بحذاه الله الله بشاذي للدويرة يصلي ويعبد مولاه وبحذاه المدام اخوك اخوك اخوه معناها حبيبة مسيكا كانت فيتوريست اي 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 اتنبت بالحجر الصحي مقبل حكايتها حكاية حبيبة مسيكا اي سيدي مش نحكيه ونبت بالراجل كيفيش هو اللي عاكل في الدويرة قاعدة اي قاعد بحذا مريتو يصلي سليش مش نحكيه كل مرة في شامس ماك مع الجامعيات في جامعيتي نحكيه على حاجة بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي يقدموكم جامعيتي شكرا لجامس اللي نرطويل شوية ممسيرش يلا بشناحكيه كما قلنا مع الجامعيات والحاجة اللي لازلتنا بشناحكيه مع اتلاف الاشخاص ذوي الإعاقة هو مسلسل ثم جدل كبير صار على دنيا اخرى هكا اسمها هي دنيا اخرى فيها ايساء الاتلاف الاشخاص ذوي الإعاقة يبع ذلك ناسي حسام العلوي مرحبا شكرا لسي دفع عشق اللي تعرفوه برشا وتعقل وجهه في الانتخابات هو اللي يعطي وقتها ويقدم لغة الإشارة كولي ناسي حسام مبرشا في الموضوع ذلك اتلاف الاشخاص ذوي الإعاقة فيه يلم كل التوينسة ذوي الإعاقة سي حسام؟ هو يلم كل الاطراف اللي فعله في مجال الإعاقة الناشتين في مستوى مجتمع مدني في مجال الإعاقة واللي عندهم معتها مجهودات وعندهم تفاعلات كبيرة فيما يخص حقوق اشخاص ذوي الإعاقة هو قانونين تعريف الاشخاص ذوي الإعاقة كيفاش نجم واحد ينجم ياخو بطاقة معاقة هو كل شخص معناتها في وضعية إعاقة والإعاقة ذي يتم معتها تثبت منها ويتم عن طريق وزارة الاجتماعية ووزارة الصحة في لجنة مشتركة ويعطيوا سندوا بطاقة إعاقة تقريباً قادش عنا في تونس أشخاص ذوي الإعاقة هذا إشكال ثاني لأنه في تونس معت الموجود أنه ما يقارب 300.000 شخص في وضعية إعاقة حسب بطاقات الإعاقة لتسندهم مزارشون اجتماعي 300.000 شخص؟ لكن حسب الواميس تعطي أنه في تونس نسبة تقارب بين 12% و 15% من الشعب التونسي يعني عدد الأشخاص الإعاقة مليون ومليون ومئتين ألف شخص ذوي إعاقة في تونس لأنه المرجع متاعه فما مرجع معنتها ثقافي وموروث ثقافي كبير في تونس ما زل لحد الآن أنه ما نعملوش ديكلاغاسيون على أولادنا اللي هم في وضعية إعاقة هذا موجود عنه موجود هذا موروث ثقافي وهذا عاداته تقاليد في تونس فمشكون مثلا كيما الصم يقول لك نحاول بالوقت وفونيست نشوف كيفاش يولي يتكلم وهذا ما يخليوش في وضعية إعاقة وفما وضعيات أخرين زادة اللي سواء الفقر لأنه حسب زادة الواميس مالوريزمون ارتباط نسبة الأشخاص ذوي إعاقة بنسبة كبيرة من الفقر في تونس يعني الغالبين العائلات اللي عندهم أولادهم في وضعية إعاقة هموا عائلة زادة تحت خط الفقر دونك هال الارتباط هذي مع الموروث الثقافي الموجود عنه ما نقبلوش كلمة ذوي إعاقة خلانا أنه نسبة البطاقات إعاقة في تونس كون عددها مفوش 300 ألف مالقري معاتها اللي آخر إحصائيات في 2014 اللي اتعاملت النسبة تقارب 800 ألف لكن هذا ما يوصلش للنسبة صحيحة وللعدد الصحيح اللي قالت عليه للمنظمة العالمية الصحة اللي في تونس النسبة تقارب 12 و 13% يعني عنا مليون ومليون ومئتين ألف شخص مع تذوي إعاقة في تونس على اختلاف الإعاقات وعلى اختلاف زاد البوغسونتاج بتاع كل إعاقة في تونس قد يش فيهم نسبة يخدموا نعرف أنه الدولة والحكومة متعاقبة كقانون ثم منعش السعاد الله حلي سيبونجي كاني غلط يزم على أقل 2% من الأشخاص دوي الإعاقة يخدموا في الإدارات العمومية هذا كان واحد بالمئة صحيح أي كان واحد بالمئة بعد حراك كبير متع الأشخاص دوي الإعاقة للفاعلين في مجال الإعاقة تبدل 2% لكن حتى 2% في حد ذاتها ما زالت الشروط ما هيش واضحة وما زالت زاد القابلية متاع المؤسسات في قبول الشخص وإعاقة في حد ذاته حسب البوتونسيال وحسب قدراته الموجودة قدرش مطبقة؟ معتها إذا كان نطبقوا احنا التطبيق معديش بورسونتاج صحيح ما التطبيق فيل 2% يتزايد جديد أو كل شيء إذا كان مشين تورنا معتها عامين مارش بتاع 2% معتها 20% 20% تقدمنا في تطبيق الفاس عدد في البرسونتاج معتها 2% من الأشخاص دوي الإعاقة يكونوا موجودين في المؤسسة الدولة حتى في المؤسسة الخاص بضبط حتى في القطاع الخاص لازم فما 2% من العاملين يكونوا من أشخاص دوي الإعاقة وفما تقريبا كلفا يفاها لحكي على خطر أبار أنه ينجم يخدم أشخاص من دوي الإعاقة ينجم يخرج لفلوسها ذيك يتبرع بها الجمعية ولا حاجة تثبت أنه تعاون الأشخاص من دوي الإعاقة فالقطاع الخاص ذاك فيش قاعد يمشي مش قاعد يخدم في عبدالي ذي على حد علمي تقريبا عامين تلسة سنين التالي يعبات قالوا هذه المعلومات هذه لنك فرصة بش نوضحها هو الإشكال كما قلتك في القدرات أحنا في تونس تختلف ما زل عنا إشكال في تونس أنه قاعدين تمظهر الشخص دوي الإعاقة في المخيال العامة بتاعنا هو تمظهر اجتماعي بحث هو تمظهر مدعاة للعاطفة وأنه نحاول نحتضنه اجتماعيا وهذا خطأ كبير لأنه شخص دوي الإعاقة هم مواطنين قبل كل شي عنده قدرات وعنده منقوش ضعف عنده دي بزوان معينين عنده احتياجات معينة تتكلف وضعيات معينة معتل احتياجات هذه كأننا لقاولها لمناجمان غيزو نابل نقاه الآليات الأساسية اللي تخليه نجم يكون ونجم إنسان تاكا معتل نجم يخدم كل شي فمش حتى شك وانا ديما الإكزامل نستحضره مثلا بلاتو كما هاك كان يكون معنا أسم ويكون أنا موجود ما هوش في هذا يعق قادر يتفاعل وقادر يكون موجود معنا ويتساءل وشخصينا تفاعلنا في قدش مندو الصحفية مع أشخاص كيف كيف المكفوفين معتل تعطيه بكتابة لبرايل موجودة وقدامه قادر يتفاعل في البلد وهذا يعني الوضعية اللي يعاقز إذن نتفاعله معها كوضعية حسب الاحتياجات الموجودة وحسب معتها الظرفية الموجودة ما نتفعلوش معها كمشكلة اجتماعي يظهر لي العدد متغير لأنه ثم بعض الأحيان أنه الأصله معاق ثم إعاقة أصلية ولكن ثم إعاقة تجي بعد مدة واحد في ثلاثين سنة واحد في خمسين سنة واحد في الابعين سنة هكا علاش ما نجوش نضبطوها العدد بالضبط والحاجة الثانية بالنسبة لتونس احنا بالنسبة لانتخابات ظلت ضروري معناها أنك تحط في قائمة القائمات اللي يترشع المترشحين هو قانون لكن مش نطبق حاجة أخرى لكن في القانون موجود معناها أنه يلزموا أن القائمة يتعقون أنت تتضمن عدد سي شاكر عاصر على الأقل انتخابات ونعرفه بعدنا بالداء الإشكال أنه هو به القانون وجباريت أنه يكون موجود معناتها في العشر الأوائل يكونوا معاتها فما شخص ذو إعاقة في القائمة من العشر الأوائل يكون موجود شخص ذو إعاقة هذا به لكن الإشكال اللي ينجر عليه شنوه لكن المشكل أراءهم يتم اعتبارها أو يأخذوا بأفكارهم أو أشكو تمت معتها التفكير في آليات تخولون لهم باش يكونوا موجودين وتحمي حقهم في الولوج والنفال هذا موجود يعني اللي شوفناه وكأنه تم اعتمادهم باش القائمات تكون معتها قائمات قانونية بعد توا كتشوف المجالس البلدين فما حتى إجراءات صارت بخصوص بخصوص الأشخاص هم موجودين في المجالس البلدين هذه كلمشكلة مشكلة تعتط بيق القانون دي يمان أنا أحب سؤال لأنه توا نعيشوا في وضع صعيب وفي بسبب الكورونا كيفش يعملوا للأشخاص ذوي اللي يعاقة كيفش توصلهم المعلومة كيفش يتعاملوا مع الوضع الدقيق هذا معناها مذا بي كيفش يتعاملوا معناها في ظل المعلومات اللي الصحية كيفش ينجم يتعاملوا والأشخاص اللي في قيد البصر في مسألة التباعد الاجتماعي وغيره هسي حسين معناش إجراءات رسمية معناش إجراءات رسمية موجودة عنا اجتهادات من مجتمع مدني اجتهادات هذية مثلا كما ذوي العاقة السامعية الأشخاص ذوي العاقة السامعية اجتهادات بتاع جمعيات كما جمعيات تونسية متجملة لغة الإشارة جمعيات أخرى خدموا أنه لوما ذات التحسيسية لكم بلغة الإشارة خدموا أنه يحاولوا عن قرب معناتها يحاولوا يتواسهم على فئة الصم معتها في منازلهم ومشنون المستجدات الموجودة يوصلوا هالهم بالنسبة للمكفوفين التفاعل الوحيد اللي هو الإيجابي اللي حرص عين منظمة تونسية للدفاع في هذا العاقة أنه تم معتها أعفاء ومعتها اللي يشتغلوا في العلاج الطبيعي اللي هم غالبيتهم المكفوفين في وزارة الصحة تم معتها أعطأهم رخصة عطلة معتها حتى لتعدى الوباء هذي لأنه كما قلت كي يخرجوا في الشارع ويتحركوا كل شي لازم برد فيه لازم القرب يكون موجود وهذا حكيت فيه قبل لأنه هو بشل تمس حتى بشل تمس أي حاجة موجودة في الشارع وهذا ينقل العدو نعم بشكل مبادرة معناها حكومية ما فهميش ما فهميش إجراءات واضحة لأنه أول حاجة تنجم للحكومة ترتكز عليها والمؤسسات في تونس يرتكز عليها هو الفاصل عدد 11 متفاقية دولية لحقوق أشخاص والإعاقة اللي يحكي واضح أنه في ظل وجود الأزمات والكوارثة الطبيعية والأزمات الإنسانية على الدولة أن تحمل أشخاص والإعاقة وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتهم الإجراءات والتدابير سلون شنوه سلون لبزوان بتاع كل إعاقة هذا موش صغير هذا قاعد صغير في اجتهادات تاع مجتمع مدني كجامعيات قاعد تجتهد كدولة وتوصل بتفاعل مع بالطبيع إذا كان المجتمع المدني عمل تفاعلات معينة فما زاد مؤسسات معتها الدولة كيما قلت وزارة الصحة وزارة الشموية قاعدين يحاولوا يتفاعلوا مع مبادرة المجتمع المجتمع لكن تبقى ماذا التفاعل مع وزارة الشموية الاجتماعية كيف يتفاعل متاحها معكم احنا مثلا انه التفاقنا ولوما ذات على الأقل نترجمهم احنا بصفة تتوعية وبعدهم يهبطهم على السيتم بتاع الوزارة كيف كيف وزارة الصحة كل موجود تتوعية مع المؤسسات التلفز الوطنية اللي حرصنا على انه البرامج تكون مترجمة خاصة برنامج معينة خص نشرة تهم الصحة والأخبار أخبار ثمنا الأخبار رايشيز ده دي تقريب المعلومة شنجيو للمنظمة المنظمة التوسيل دي فعنا حقوق الأشخاص ده والإعاقة اللي طالبت باعتذار من قرية الحوار التونسي لما اعتبرت مقاطع تسخر من الأشخاص ده والإعاقة في منوع الهزلية الدنيا الأخرى هو منظمة ومعها اعتلاف جمعيات لأشخاص هما اعتلاف جمعيات لأشخاص وإعتلاف أشخاص وإعاقة الناشتين في المجتمع المدني يعني ناس عندها تكوينيات وعندها تصورات معين لأشخاص وإعاقة من بعد حقوق اقتصادي اجتماعي وسياسي لأعتلاف هذي علش أعملها الحركة لأنه أول حاجة بالنسبة للسيد كوم هذي وبالنسبة للقناة الحوار التونس هذي مش أول مرة يعني فما منطق العود لأنه عملاول مش أول مرة يتمسخروا على مش أول مرة عملاول في سيد كوم آخر اسم قسمة وخيان إذا كان تفكر بكده معتها تيلت خمستاش نيوم كان تمثل معتها ما هوش باهي للفئة ذوي العاقة السمعية يعني الشخصية جسدة دور أصم اللي هم قلوا بكوش جسدة ولمدة خمستاش يوم لكن التجسيد ما كان صحيح كان تجسيد ذات بعد هزلي كيف كيف نفس الدنيا أخر في ذي وقت قسمة وخيان هم نفس الممثلين في بيلي إذا كان ما نشان نشان الممثلين اللي عمل دور اللي ما يتكلمش أبو ولا حاجة هكذا الممثل هذا هو أكثر في الشخصيات يساري لكن السنات عودت وليتو هزلي معت السورة كيف اشتعدات خلنا ما هوش مشكل متع تمثل الشخصيات قد ما هو مشكل لاستيعاد لاشخاذ العقة في تونس لاشخاذ العقة في تونس نخزولهم مواطنين بالحق ولا وإذا كان نخزولهم مواطني شنو على الأقل أقل ما يمكن تصورات الموجودة عنا باش نشوفهم كمواطني اللي قاعدين نشوفوا فيه والتمثلات الموجودة ملاش قاعدون نخزولهم كمواطني لأنه إذا كان باش تعتمد شخصية ولا أقليات معينة باش تعمل بها وضعيات هزلية باش تقدموا القضية انتم هذا خطأ باش تقدموا قضية وهو الحاجة طلبنا احنا ماشي المنطق الحوار الاعتذار والتفهم طلبنا اعتذار وتفسير وضعي وحذف لكن ما فماش حتى تجو إيجابي شوش تعملوا دونك هابش شو القضية طب شكر في الموضوع هذا بالذات وانا عندي مشكلة فيما يعبر عنه بالسلسلة الهزلية اللي مازلنا لليوم كي نعملوا سيدكوم ولا نعملوا حاجة ضحك نعم نخدمه على لحجة لعبات على لون لعبات على الدفوات اللي عندها على السمين على الضعيف علي ما يتكلمش علي عندها مشكل المشكل اللي هناك نجم تخدم عليه ولكن تكتب لهم كتيبة صحيحة صحيحة خطر الاستسهال هذية خطير وخطير برش وزيد فما فيه كلام اللي يخليك معناها شنو المغزى من ذلك كنت قوله هاكم من فعلك صار لك هذية هذية يظهر لي مساج خطير وخطير جدا فما استسهال مش المرة الأولة عم ناول وصارت والمشكل الصغار يعادوا يتبعوا معناتها فيها كيما قبل ترجع تعمل حاجات فيها اللي بعدش يخرد دور الناس على بعضها يلي بيك يليك وصرتوه في الموندوم تاع الصغار وزيدهو ما من قبل الصغار يتفرجوا فيهم ومتأثرين بيهم خلي يتول في الحجر الصحي ولكن حسب من راعة ونلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي فما نسبة كبيرة متعوعية الناس طبعوا ويبدأت فيه إنه مش هذا معنتها له بالكرمب نحط لك كرمب في وضنك ولاه بالشرت تحكي بالجالة ولا بتمسخر على الأشخاص إنك تاخذ حاجات عند العباد سواء في بدنه ولا في لونه ولا في شكله ولا كذا وتبدأ تاخد معناه في بالك باش تضحك قبل ما نشكرك يا حسين ربي الجتلم بتاع أشخاص ذوي الإعاقة ولا ذوي اللي احتاجات الخصوصية الكلمة الأصح بسرعة الفصل عدد خمسة يحضر التمييز على أشخاص الإعاقة صحيح رأو هنا حاجة مهمة يسر رأو الصغيرات نزم نعلمهم الاختلاف واحترام الاختلاف واحترام الاختلاف بالطريقة هذيك ماش نعطيهم في احترام الاختلاف نحن قاعدين ننبذوا في فئة معينة نرجع تاول للتعريف هما الأشخاص ذوي الإعاقة مجدوية احتاجات الخصوصية وهذا علش الحاسب الاتفاقية الدولية لحقوق أشخاص ذوي الإعاقة وعلش نقوله أشخاص ذوي إعاقة وفي وضعيات إعاقة مش حامل إعاقة لأنه كما قلت الوضعية معنتها الإعاقة حسب الوضعية الموجودة إذا كان الوضعية وإن المحيط هيا قابلية للشخص ذوي الإعاقة بشيكون موجود رأو ما هوش في وضعية إعاقة حسين علوي شكرا لك بفضلك يا عايش من أتلاف الأشخاص ذوي الإعاقة نرجع الساعة الثانية نحكيه على الوفد الطبي التونسي بشيكون ضيف للنقيب هيثم العسكري